اشتركوا في القناة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين المشاهدين الأعزاء حييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسأل الله العلي القدير الذي جمعني بكم في هذا اللقاء وفي هذا الشهر المبارك الذي أسأل الله العلي القدير أن يجعله مباركا علينا وعليكم وعلى أمة محمد جمعاء إنه ولي ذلك والقادر عليه أسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا الشهر الكريم وفي هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا اللهم في الفردوس الأعلى اللهم نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم آمين يا رب العالمين اخترنا في هذا الشهر الكريم أن نقدم لكم باقة باقة مباركة نحاول من خلالها أن نقف عند نداءات الرحمن لأهل الإيمان وهذا هو عنوان هذه السلسلة التي ستتابعونها بإذن الله تعالى طيلة شهر رمضان المبارك نداءات الرحمن لأهل الإيمان الحق سبحانه نادى في كتابه العزيز لأهل الإيمان في أكثر من ثمانين موضع بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما صحى وكما جاء في حديثه إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأعرها قلبك وسمعك فإنما هي إما خير يدعوك الله تعالى إليه أو إما شر ينهاك الله تعالى عنه والله سبحانه وتعالى ينادي على عباده المؤمنين ويأمرهم بخير عظيم هذه النداءات المباركة إما أنها تكون أوامر أو إما أنها تكون نواهي والله عز وجل لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الأدرى بما يصلح حال العباد في الدنيا والآخرة هو سبحانه وتعالى يعلم المصلحة أين وهو يعلم أين الخير فلا يأمر إلا بخير إذا كعليش من الخطأ أنه الإنسان يقول أنا أدرب مصلحتي أنا أدرب مصلحتي لا الله عز وجل هو أدرب مصلحتك ولا يأمرك إلا بخير ولا ينهاك إلا عن شر نحب نقف بداية عند هذه النداءات المباركة نداء نداء من خلال قول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة أو قول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أو قول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو قول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله فالنداءات ما شاء الله قلت أكثر من ثمانين موضع والله عز وجل لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر وما يفوتنيش أني نذكركم أنه ربي سبحانه وتعالى أيضا قد نادى في مواضع أخرى بقوله تعالى يا أيها الناس يقول قايل علاش ربي في مواضع يقول يا أيها الناس وعلاش في مواضع أخرى يقول يا أيها الذين آمنوا واقتاش يصير الشيء هذا واقتاش يصير النداء هذا واقتاش يصير النداء الثاني بداية نادى الله تعالى في القرآن الكريم بقوله جل وعلا يا أيها الناس في أكثر من عشرين موضع وقال أهل العلم والمفسرين علماءنا الأجلاء أن الفرق مبين يا أيها الناس ومبين يا أيها الذين آمنوا أنه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ينادي على العباد عاما المسلم وغير المسلم المتقي وغير المتقي وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هو دعاء مخصوص لفئة معينة من الناس اللي هم عباد ربي سبحانه وتعالى المؤمنين هذا الفرق الأول الفرق الثاني أنه النداء اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس عادة هذا النداء يكون في مكة وديما ترقى اللفظ والنداء اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس ترقاه مربوط إما بمكة ترقى في موضوع الآية إما مكة أو إما قبل الهجرة فالخطاب كان عاما للعباد لعباد الله تعالى مسلم وغير المسلم أما النداء الرباني المخصوص اللي ربي سبحانه وتعالى خصوا لفئة معينة من الخلق اللي هما المؤمنين اللي هما انتوما يا أيها الذين آمنوا عادة تلقاه دائما في المدينة المنورة هنا الفرق الأول بين يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس نحن في الحقيقة اخترنا أن نقف عند النداءات المخصوصة اللي ربي سبحانه وتعالى ينادي فيها لعباده المؤمنين اللي هما انتوما نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه أنا ش قلت قبيلا قلت أن ربي سبحانه وتعالى خص هذا النداء لعباده المؤمنين وهو أدرب مصلحتهم ولا يأمرهم إلا بخير ولا ينهاهم إلا عن شر وقداش من مسلم رأى مصلحته وقداش من إنسان رأى مصلحته في حاجة معينة ولكن بمرور الزمن يكتشف أنه قد أخطأ ولكن حين يستجيب يجيب لنداءات الرحمن ويطبق أمر الله عز وجل في هذا النداء ويتجنب أوام أو نواهي رب العزة في هذه النواهي أو في هذا النداء فإنه بإذن الله تعالى لا يحقق من وراء ذلك إلا خيري الدنيا والآخرة فالله تعالى يعلم ونحن لا نعلم وهو القائل سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذه الوقفة الأولى التي أردت أن أني نقف عليها الوقفة الثانية العجيب في الأمر أن الله تعالى هو الغني غني عن عباداتنا غني عن صلاتنا غني عن توبتنا غني عن ذكرنا غني عن تقوانا ومع ذلك سبحانه وتعالى يدعون إلى التوبة وإلى التقوى وإلى الذكر وإلى الصلاة على رسول الله في هذه النداءات المباركة يقول القائل نحن الفقراء إليه ونحن المحتاجين ليه ومحن المحتاجين للرحمته ومحن نحن المحتاجين التوبته ونحن المحتاجين إلى أن يرحمنا سبحانه وتعالى فالأولى أن نحن نناديه سبحانه وتعالى الأولى أن نحن نتوجه إليه ونطلبه سبحانه جل وعلا ومع أنه الغني عنه وعن صلاتنا وصيامنا وعباداتنا ومع أننا نحن الفقراء إلي إلا أنه سبحانه وتعالى ينادينا بهذه النداءات المباركة على الرغم من أنه سبحانه لا تنفعه طاعة ولا تذره معصية وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع الناس الكلهم على صعيد واحد من آدم عليه السلام إلى آخر مولود سيولد على وجه الأرض الكلهم على أرض واحدة وكانوا على أتقى قلب رجل ويعني كلهم ما شاء الله كلهم صلاح والله ما زاد ذلك في ملك الله تعالى شيء والعكس بالعكس لو جينا الكلنا سمحني في الكلمة الكلنا ما نسلعه حتى بفرنك ولو جينا الكلنا عصاة الكل من آدم إلى آخر مولود سيولد على وجه الأرض والله ما نقص ذلك من ملك الله تعالى شيء فالله هو الغني عننا ونحن الفقراء إليه ونحن محتاجين إلى أن ننجيه ونحن المطالبين أن نتوجه إليه بالدعاء أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا الطاعات وأن يدخلنا الجنة وأن من كل ما يمكن أن نرجوه منه سبحانه وتعالى ومع ذلك هو الذي ينادي علينا في نداءات الرحمن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكر الله ذكرا كثيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا إلى الله توبة نصوحة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوا الله حق تقاته يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا حتى نستجيب لماذا لا نستجيب لهذه النداءات ونحن نعلم يقينا أن فيها خيري الدنيا والآخرة ونحن نعلم يقينا أن الله تعالى أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا ونحن نعلم يقينا أنه أرحم بنا من أنفسنا في الحقيقة الحلقة الأولى هذه حبيتها تكون مقدمة لهذه النداءات وإن شاء الله بداية من غدوة بإذن الله تعالى إن شاء الله باش نحيشه مع كل حلقة ومع كل ليلة ومع كل أشوية قبل شقة الفتر مع هذه النداءات نداءا نداءا حتى نستجيب لهذا النداء الرباني فقط حتى يرحمنا ربي سبحانه وتعالى وحتى يغفرنا وحتى يتوب علينا وحتى يرزقنا وحتى يعطينا وحتى يتقبل منا إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الطاعات وإن شاء الله ربي يكرمني ويكرمكم أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء أيضا مبارك وإن شاء الله غدوة بإذن الله تعالى نعيشه مع نداء آخر من هذه النداءات أو مع أول نداء لهو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ما بقى لكي بشي قلكم أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته